سلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم بلقاء جديد ضمن سلسلة الشرحات الخاصة في التطبيقات العملية على برنامج مايكروسوفت ورد يلي عم نهتم فيها بالجانب التصميمي بشكل جميل جدا. اليوم راح نقدم لحضراتكم لقاء جديد اه بعنوان تصميم غلاف كتاب باستخدام مزايا برنامج مايكروسوفت ورد. باللقاء السابق كنت اكلمت عن اه هذا الجانب وكان فيه كتير من الاصدقاء اللي تابعوني. وكانت موضوع المنحنيات معهم او تحرير النقاط كانت شوي علي صدفه بها بعض الصعوبات. راح قالك انه انت حدث الاصدار لما سألت كتير او جابت على كتير من التعليقات. كانت الاصدارات القديمة العملية بشتغل عليها بالالفين وسبعة. وما قبل على ما اعتقد. تمام? فرح قالك انه انت تستخدم الاصدارات الحديثة من الفين وتلطاش الفين وستطاش الفين وستطاش. بتشتغل معك بشكل نظامي على كل الاوامر راح نطبقها ضمن سلسلة هذه الشروحات. وراح ندعب بعض مباشرة الى كيفية تصميم غلاف باستخدامها زي مايكروسوفت وورد. اول خطوة راح نتوجه الى قائمة التخطيط ومنروح الى الهوامش ومنختار هوامش مخصصة ونقوم بعمل تصفير لكل الهوامش لحتى فراغ العمل يكون متاح لالنا بشكل كامل. ننقل على المفتاح الموافق ثم تجاهل تماما. طيب الان فراغ العمل اصبح جاهز للبدء بالعمل. راح نروح الى ادراج وناخد اشكال وناخد مستطيل. وبنرسم مستطيل بهالشكل هاد. تمام? طيب. الان في اه قائمة التنسيق الخاصة بهذا الشكل بنروح الى المحاذات. وبنختار الى الوسط وبنختار الى المنتصف لحتى يتم ضبط الشكل في منتصف الصفحة تماما. طيب. راح ننقرب اليمين على الشكل ومنروح الى تنسيق الشكل. البردر اول خط راح نقول له بلا خط. اما التعبير راح نقول له اعبيل اياها بصورة. وندرج الصورة من ملف كنتم جاهزه من قبل. وليكن. تمام. تم وضع الصورة ضمن الشكل بمنتصف الصفحة بهذا الشكل تماما. الان راح نضغط على وننقل الشكل مرة تانية للورقة التانية او الجانب التاني للغلاف لحتى نحن اه نتركه جاهز متل ما هو وبأكد على موضوع المحاذات. تماما. طيب. بنرجع الى الطبقة الاولى من الغلاف. راح نروح الى ادراج وناخد شكل المسلس. هذا المسلس قائم الزاوية. راح ارسم المسلس بهذا الشكل. تمام. وبعطي شوية توسعة. تماما. طيب. الان اه عفوا. صار فيه زائد شوي. راح اضبطه بهالشكل هاد. تمام. الان باجي على استدارة وبعمل استدارة العمودية. تمام? وبضبطها بهذا المكان بتضبط. تماما. اه طبعا اه بنسبة لموضوع اطار الشكل فرح نختار بدون اطار او بلا اطار. والتعبية راح نختار الان بهذا اللون. طيب اعمل كنترول دي يعني تكرار الشكل. برفع على فوق شوي. ايضا كنترول دي. وبرجع برفع على فوق شوي. هلا راح نجهز الكل بالنسبة لموضوع المحاذات والتوزيع. نعمل تكرار. ايضا تكرار. تكرار. طيب. الان مفتاح الان اضغط عليه. انقر على الشكل التاني. والتالت والرابع والخامس والاخير. كل المسلسات حددتها كامل. وبجي الى موضوع المحاذات. ونقول له محاذات الى اليسار حتى يضبط اليون على اليسار. وبنجي بنعمل له ايضا هون توزيع عمودي لحتى يوزع لي اياهون عموديا متل ما انا شايفين. تماما. الان راح اجي امكر على اول واحد امكر باليمين ونختار تنسيق الشكل. وفي عندي شيء اسمه الشفافية. تمام. را اختار الاولى هون اه عشرة في المية. وباجي على الشكل التاني. وباجي بختار عشرين بالمية. باجي على الشكل التالت وبختار تلاتين بالمية. الشكل الوابع بنزيدها عشرة كمان. صارت اربعين بالمية. وهون في عندي خمسين بالمية. وهون في عندي ستين بالمية. كلام جميل. بامكاننا ايضا انقر على كنترول. احدهم كليتهم بالشكل هاد. انقر باليمين ونعمل تجميع تجميع. اضغط كنترول. وننسخ اه على الطرف التاني متل ما انا شايفين. على الغلاف التاني. بامكان انا اعمل الاستدارة. عمودية. على الوجه التاني من الغلاف لحتى نحن نشتغل الغلافين مع بعض البعض. طيب. راح نسكرها وباجي لهون. الان اه مسلس واحد فقط لغير. مسلس واحد منهم فقط لغير. راح نقل له كنترول سي. والصقه كنترول في. هذا هو المسلس فقط لغير. تمام? يعني جزء واحد من الرسمي ككل. وبجي الى تنسيق. راح نعمل الاستدارة. لعمودية وافقية. خلي تكون معنا. اه بهذا الشكل. تمام? وراح نختار التعبئة باللون الغامق طبعا. لكن بدون يعني احنا نشيل اللي فيها. ونخليها صفر. متل ما كانت اللون الغامق تماما. راح نروح الى ادراج وبختار مستطيل. وبنجي بنعبئ يعني المساحة الفارغة اللي هون بمستطيل. تمام. باجي بختار نسخة التنسيق للمسلس. وبجي بلصق اوين بهذا المكان. لحتى يصيروا معنا شو? شكل واحد. بيمكنك تنقل على المفتاح نعمل للشكلين مشان يكونوا معك اه شكل واحد. بيمكنك ننقلهم لهون. على الطرف التاني ومنعمل الاستدارة. اه عمودية. تمام? لحتى يكونوا معنا ايضا بهذا الشكل. طيب بقي معاي الحتي اللي هون بديلها الى حلم. طيب الان الرسمية راح تكون على الشكل التالي. المسلس اه اخدنا مع المستطيل راح عمل له تكرار. تكرار متل ما انا شايفين. وراح اغير له شوي بلونه. راح اختار مسلا هذا اللون. وبقال له ارسال الى الخلف. تماما. ارسال للخلف. متل ما انا شايفين. بهذا الشكل. امكانك تعمل اه وتجيب الشكل لهون. كما نعمل له استدارة عمودية. ونحطه بهذا المكان ونقل له ارسال الى الخلف. طيب نرجع لهون. راح نضيف مسلس اي ادراج. شكل. ومنقل له نختار نفس المسلس اللي اشتغلنا عليه. تمام? راح نقرب هذا المكان هيك. من هون لهون. بحيس انه اضبطه على هاي زاوية تماما. انا ما عندي مش لي بالجانب الايمن لكن انه تكون الزاوية هون هي المنطلق نفسه. طيب نروح الان الى تحرير النقاط وبسحب هذه النقطة. لتكون يعني موازية موازية مع هذا الشكل. كنترول زد. بس ارجع الى تحرير النقاط. تمام? متل ما انا شايفين بهالشكل تماما. الان الفكرة في الموضوع انه يدي اعمل انا التفافات بهذا النقطة. هذا الاتفاف انت ما راح ربما يشتغل معاك. ازا كانت للزرارات الاوفيس قديمة. هذا قصدته. انقر على هذه النقطة. حتى يطلع عندي المقابض التحريك. تمام? حتى نعمل شو? انحناءات. بس هاي دي الفكرة. تمام. برجع. بنقر على. انا بس اتغير المكان. لانه يبدو لانه بالاخير عمالي بيختفي معنا. بنرجع الى التحرير. تمام? بس ننزل شوي. وباجي على هذه النقطة اللي هون. برجع ايضا بمد الزراع. على حتى يكون في تناسب الانحناءات. في عندي شو? في عندي التناسب بالانحناء. تماما اه بهذا الشكل. طيب بعد ما رسمت الانحناء. راح ارجع على هذا المكان. طبعا بختار نبدو الاطار ونختار نحن نفس اللون تماما. فبين معنا نحن بهذا المظهر تماما. تمام? هذا هو اللي انا كنت محتاج اني انا اشتغل عليه بالضبط. طيب صف عندي هون مرحلة تدرج لوني راح اشتغل عليه. باجي الى تنسيق الشكل اللي هو الان المسلس. بنختار تعبئة متدرجة. راح نحنزل في النقاط الموجودة هون. اخد احد الاشكال بهذا اللون نفسه. يعني باللون نفسه. وبنختار التاني لون اغمق منه بشوي يعني. هلأ ازا كان عملنا كسافة لونية. تمام? يعني اكشف منه بشوي او اغمق منه بشوي. حسن بعض الطريقة انت بتلاقيها اه مناسبة. طيب. اه موضوع استدارة الالوان لحتى يكون معاي. حتى يكون معاي اللون نفسه يطلع من هون للون التاني الاغمق منه تماما. تمام? حتى يبين معنا بهذا الشكل كأنه متل لون متدرج او عاطي متل الاضاءة واللمعان وما شبه زلك. تمام? طيب. الان هذا اه الشكل نفسه بامكانك تعمله ايضا اه كنترول وبننقر ونسحب لهذا المكان. وبنعمل الاستدارة العمودية. تمام? وبنضعه بهذا المكان لحتى يكون في معنا بنفس المحاكاة. متل ما انا شايفين تماما. اه بقي عنا هذه المنطقة اللي هي الخلفية الشاشة او خلفية التصميم نفسه بحد ذاته بامكانك يعني انت ترسم اي مستطيل اي شكل. اي شكل. يعني اي شكل اه نعبقه بهذا المكان. تمام? ونختار له تدرج لوني. نفس التدرج اللي اخدناه قبل شوي او ايا يكن. ونعمل له ارسال الى الخلفية. الخلف الكل شيء. ونزيد في موضوع اشافيات شوي لحتى انه يعني نوعا ما يكون مغير للون الابيض واخد من الطبيعة اللونية الخاصة في اه بالرسمة يعني. ايضا بنعمل لك وبنقر بسحب لهذا المكان. عفوا. تمام? هذا الشكل. وضعنا ايضا كمان يبشو بالخلفية. الان كل ما هو باقي علينا بتصميم اه الغلاف بالمرحلة هيه وموضوع التكست اه او النصوص فارح اشتغلها على عجل اه مباشرة. راح اروح ونختار شكل هذا الشكل مسلا. ومكتب مسلا اه عنوان تصميم المحتوى التعليمي. عنوان تصميم المحتوى التعليمي. تمام? وبجي بختار اه لون للخط. تمام? ونختار نمط او عفوا نوع للخط. وليكن نقول له بولد مسلا. ومنكبر شوي الاتين وسبعين. خليها تكون مسلا على السبتين. تمام? ونعمل تكرار. ونكتبه مسلا اه في ظل التعليم الالكتروني. تمام? هذا السلوغن. السلوغن بضيفه باسفل النص. تمام? بنضيفه باسفل النص. يعني بهذا المكان. هذا السلوغن. تمام? طيب. نحن روح الى ادراج ونختار ورد ارت اخر. ومنضيف يعني او التعليم الالكتروني. نضيفه بهذا المكان ونختار لون. وليكن. ومندول على نوع خط يكون اه جميل يعني معبر حسب اللي انت تختاره كعنوان. تختار نوع خط مناسب. انا ما راح اطول كتير في اختيارات انواع الخطوط. لاني هذه عبارة عن اه زوقيات وجماليات وما انا حب اني اطول معكم بهالفيديو. انا فانا ما جهزت يعني اه انواع الخطوط اه كتيره. تمام? طيب بهذا الشكل. طيب. الان ازا في عندك لوجو بإنكاننا نضيف اللوجو. راح نروح الى تنسيق. ونختار امام النص. تمام? ونصغر شوي من مساحة اللوجو. نضع اللوجو بهذا المكان. الموضوع الالوان والتأسيرات اللونية. هاي الالوان. فيك تغير بنطاقات اللونية حسب اللي انت آآ اللوجو وتصميمه والوانه يعني باش بها بها آآ النفس نفس الكلام يعني تماما. بيمكن نضع اللوجو بالمكان التاني او بالواجهة التانية من الغلاف. آآ تمام بامكانك تجيب يعني اي نص اخر. تكتبهم مسلا آآ مؤسسة. آآ الوي ام. مسلا لتدريب. تمام? يعني فيك تضيف اي شيء بالجلب الاخر. هذا الموضوع نصوص يعني يبقى آآ على زوقك. آآ تمام? طيب. هاي دمي الالفين مسلا وعشرين. واغلي بسم باللون الاصفر وعملها شوية تكبير تاخد مساحة زادية يعني. المهم هذا الجانب الاول من الغلاف وهذا الجانب التاني من الغلاف. آآ على فكرة اللي سألني على موضوع الكعب الخاص بالغلافيك تصميم الكعب آآ على برنامج فوتوشوب او على برنامج بصهيل لكن بده امكانيات شوي متقدمة منك في ابعاد في في ابعاد الورقة نفسها يعني. تمام? في ابعاد الكعب اللي انت مختاره هو محتاجي لقواعد عدد الصفحات في الكتاب. فما اتطرقت بكل دروس سابقة على موضوع الكعب لانه هو يعتمد اصلا على عدد الصفحات في كل الكتاب. تمام? هذا اللي انا قصدته يعني انه انا ما اشتغل في موضوع الكعب اطلاقا آآ لانه محتاجي لبرنامج فوتوشوب حتى يعطيني دقة اكتر. واصلا هو ما اعتمد على الصفحات. يعني ما اعتمد على عدد الصفحات وآآ الكيلو غرام للورق. الورق هو اتمانين غرام. آآ سبعين غرام مية وعشرين غرام. تمام? طيب بها بها الشكل هاد. فلزلك انا ما اتطرقت لموضوع الكعب. يعني هاتي الاغلفة آآ بامكانك تتقدمها الى مشروع بحس. حلقة بحس. مشروع تخرج. الى ملخص. آآ الى تقرير ممتد الى صفحات معينة. فيك تصمم الاغلفة بهذا الشكل آآ تماما. طبعا بالاخير بيمكانك تضيف يعني اي مواضيع تواصل لك. نحن هون وصغلنا شوي حجم الخط. بيمكانك تضيف بالاسفل موقع الكتروني. بيمكانك تضيف آآ آآ ارقام هواتف للتواصل. بيمكانك تضيف اي شيء بهذا آآ المكان. على سبيل المسال. تمام? بس نحن نضيفنا فقط ايميل فقط لغير. بيمكانك انت تضيف يعني بعض الاشكال والرسوميات بعض العنوين. آآ المؤلف فيك تضيف اللي انت بالدكية. تمام? هذا موضوع الرسمي. خلنا نسحبها لهون. تمام? تعطي جمالية اكتر. ونفس المبدأ هذه رزلها على حد الاسفل منهم. ايضا راح تعطيني جمالية اكتر. وخلين نغطي المساحة الزائدة. بهذا المكان. الان صار التصور عندك واضح. فيك تشتغل بالطريقة اللي بتناسبك لحتى تعبئ الفراغات اللي بيقد فيها بعض الاعويجاجات. لكن بالطبيعة العامية اصبح الان الغلاف جاهز العمل. بتوجه الى قائمة الملف ومنروح الى حفز باسم. وبنختار استعراض. بتختار مكان. بتختار اسم وبختار النوع البي دي اف. وانقر على مفتاح الحفز مباشرة. فرح نشوف الان. ايزا كان احنا صغرنا شوي. هذا الوجه الاول للغلاف والوجه التاني للغلاف. متل ما انا شايفين. تماما. هذا الغلاف اصبح جاهز للاستخدام والطباع. واهلا وسهلا مرحب بكم. فازا عجبك الفيديو لا تنسونا من الدعم والاشتراك والتفاعل قدر المستطاع. ونعمل شير الفيديو ليصل لكل زملائنا واستقالنا المحتاجين منا. هذه المهارات في برنامج ممتع وراعي ضدها مثل برنامج مايكروسوفت وورد. والقاكم على خير وازالكم اي احتياج او فكرة التصميم. اتركها بالتعليق مباشرة ان شاء الله حل ندعم الفكرة ونقدمها شروحات خاصة فيها. اخوكم احمد صالح. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.